واحد رجل راح وقدم شكوى على المحكمة يشكي شكوى فقام القاضي ونظره شكوى قال منت بتشكي؟ قال اشكي ولدي فلان استقرب القاضي يشكي ولده فلان كذا قال وش تشكيه عليش؟ قال اشكيه انه لازم يعطيني راتب شهري انا ما بغير انا اغني بس ابغى انه لازم يعطيني مرتب شهري قال هذا من حقك ايه هذا من حقك القاضي نعم لابو ايه يبقى من حقك انولك يجي يعطيك راتب شهري من حقك عطنا اسم ولدك وعنوانه وكل فاخد الاسم واخد العنوان فحضر الابن فقال له تدري انتك جاي قال ليه قال ابوك يا كيك شكوى من ابيك قال وش الشكوى قال ابوك يقول يبقى يصرف له راتب شهري قال ابو يعني اغني وما هو احتاج لا لي ولا لي واحد ولا شيء فسأل ابوه قال نعم انا مني محتاجه الحمد لله ولكن ابغى منه دينار شهري يجيبه لي كل شهر ها ولا يجيب وسط وسط احد ابغاهو نفسه يجيب الدينار ويسلمه لي يدن بيد كل شهر امر القاضي ومر الكتاب وقال يؤخذ عليه تعهد وينفذ هذا الامر غصف هذا الامر فكتبوا على الولد انك تؤدي هذا الدرار كل شهر نبوك دون اي واصلة ودون يعني احد الدخل ان تستلموا نبوك يدن بيد نفذ الامر يقول القاضي فلما يعني جلسوا عندي وكذا وانتهت المشكلة وانتهت المشكلة سألت الابو قلت ليش طلبت هذا الطلب قال ان هذا ولدي احب وحب كثير وقلبه يبتعلق بهذا الولد ولكن اخذته اشغال الدنيا عني يجلس ثلاثة شهور اربع شهور ما يجي لمي حتى تلفون ما يتصل عليه فانا قلت يعطيني دينار واحد كل شهر عشان اشوفه كل ما يجي لمي اشوف هذا الولد فهذا اكبر مصيبة الواحد يترك ابوه ولا امه ما يجي لمها ثلاثة شهور شهرين او شهر حتى لو خمسة عشر حتى لو عشر ايام فيجب ان نتعهد امنا وابونا لان قلوبهم تتقطع شوقا الى انا ودي ابو محمد ذكرناه يوم السبت هالقصة لازم نعلق عليها انه ما معناه وقت الهان